يمكن يعني نقول ألف مبروك لكل المصريين الفوز اللي حققناه أو اللي حققته بعثتنا الباراليمبية في باريس خلينا نقول أن خلاص اختتمت فعاليات دورة الألعاب الباراليمبية في باريس 2024 والحمد لله أبطالنا حققوا إنجازات رائعة من خلال هذه البطولة شفنا يمكن أبطال قدروا يرفعوا اسم مصر قدروا يفوزوا بسبع ميداليات متنوعة ما بين الدهب وما بين الفضة وما بين البرونز ويمكن إنجازات مميزة جدا في رياضة رفع الأثقال اللي حقق أبطالها لوحدهم ست ميداليات فرحتنا بأبطالنا كبيرة بتثبت أننا فعلا نقدر نحقق إنجازات مهما كانت التحديات والصعوبات وأننا نكون قادرين نواجه أي ظروف كمان كان في حاجة جميلة جدا الزغروتة اللي عملتها البطرة نادية فكري لما فازت بالبرونزية كان في فيديو ليها والجمهور هناك كان متفاعل معها جدا نادية فكري المخضرمة صاحبة الخمسين عام بفوزها ده قدرت ترجع لمنصة التتويج بعد 16 سنة من آخر ميداليات مصرين لما بيفرحوا مفيش مستحيل شفت الزغروتة كانت عالة إزاي وشفت المدرجات كانت عالة إزاي ده حقيقي جدا مصرين في كل حتة هم هم دايما نفس الطبع الحقيقة نجوم كتير تعبوا وقدموا شغل رائع في المنافسات دي زي لعبينا محمد صبحي اللي كان من أبرز الأبطال اللي رفعوا اسم مصر بعد ما فاز بالمدالية الفضية في رفع الأثقال لوزن أقل من 88 كيلو جرام كان عنده أيضا محاولة جريئة لرفع 230 كيلو جرام لكنه جيه في المركز الثاني أيضا صفاء حسن في أول مشاركة لها قدرت أن هي تحقق برونزية وأيضا منتخب مصري لكرة الطائرة جلوس اللي قدر يقدم أداء مشرف وأضاف ميدالية برونزية جديدة لرسطنا وهو هو يعني كلنا يعني نعلم أنه هو منتخب مصنف عالميا ضمن أفضل خمس فرق على مستوى العالم كل ده كوم غير الحدوطة المصرية مطاوع أبو الخير اللي من النجوم اللي تواجه بأربع مدليات باراليمبية في رياضاتين مختلفتين وهما رمي القرص ومنتخب الطائرة جلوس نجوم مصر قدموا بطولة مشرفة وإن شاء الله يتم تكرمهم بشكل يليق بإنجازهم الكبير في بطولة كبيرة حضرها حوالي 64 ألف متفرج مع أكتر من 8500 رياضي وإداري في النهاية الحفل الخدامي يقدموا عرض كبير للألعاب النارية زي ما حصل في دولة الألعاب الأولمبية في أغسطس اللي فات بنهني أبطال مصر على أداءهم وإن شاء الله على مدار الحلقة حنتكلم عن تفاصيل كتير حصلت في البراليمبيات مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا أصر ترجمة نانسي قنقر